في بيتنا مريض نفسي هل ممكن نكون عايشين مع ولادنا؟ ومنكنش عارفين ان عندهم اثار بعض الامراض النفسية اب او ام ممكن يتعامل مع ابنه بشكل معين وما يكتشفش انه بيعاني من مرض نفسي احنا للأسف ثقافة المرض النفسي دي مش منتشرة في مجتمعنا انهنا نتصالح كده ونقول انه لازم نروح ونعالج ولادنا لو فيه اي امراض نفسية كتير من الاسر بتشتكي من سلوكيات ولادهم خاصة في سن المراهقة واول الشباب مش بيذاكر منطوي في بعض الاحيان قافل عن نفسه القوضة منعزل تماما عن الدنيا لساعات طويلة شكاوة كتير بنشوفها ومش عارفين نوصفها او نشخصها ازاي الحقيقة في بعض المظاهر دي ممكن تكون مؤشر ودليل قوي على وجود مرض نفسي يكون ابني او بنتي عندهم مرض نفسي معين او ممكن يكون هو السبب في اصابة الكبار اللي بيتابعوه بمرض نفسي من كترة ما هم بيبقوا مش عارفين يتابعوا معه المريض النفسي قد يكون هو المراهق قد يكون اهله اللي بيتعرضوا منه لحاجات كتير جدا مش عارفين يتعابنوا معين فهم اللي بيصابوا بمرض نفسي ازاي نتعامل مع المواقف دي ازاي نكتشف المرض النفسي طريقة معالجته ده اللي حنعرفه من دكتور نور اسامة استشاري نفسي وتعديل سلوك سباحا خير يا دكتور نور اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا سباحا الفل سباحا الفل سباحا الفل نور ركب بناخل في مؤشرات بتقول ان في مريض نفسي في البيت في مؤشرات بتقول ان في انطواء في انعزال هل ده بيبقى بمزاج المراهق هو بمزاجه هو المقرر الانطواء لانه اسهل من انه يواجه اللي حواليه اسهل من انه ياخد توجيهات اسهل من انه ينفذ المطلوب منه فأسهلوا انه يسيب الناس وينعزل ويدخل بإرادته ولا ده بيقى بره إرادته طيب هو في حاجتين حاجتين كبر يا إما يكون جيناتك هو عنده استعداده راسي فطلع زي بابا أو ماما كانوا بيعانوا من التراب من الترابات النفسية ممكن تكون موروسة زي الترابات القلق ممكن تبقى موروسة عادي جدا أو جزء التاني ببيولوجي انه هو من التنشيئة الاجتماعية وطريقة تربيته بس الحاجتين اللي احنا بلعب لهم صدمتين موجودين بشكل كبير جدا هو صدمة الفطام وصدمة الميناد دي صدمات اللي هو لو تجاوزها في أول سنين حياته بنلاقي طفل على قدر كبير جدا من يكون شخص سوي صدمة الفطام بتبقى أول صدمة في الحياة إزاي ممكن قفتم ابني الناس اللي بتحط شطة في بقوا الناس اللي فيه نوع من أنواع الضرب فيبدأ يبقى أنشوز دفاعي فيفضل يحط صباعه جوه بقوا طول حياته عشان هو أزى والدته دي بداية تأور صدمة إزاء وفيه بعض الأطفال بيكبروا إزاء النفس الغير انتحاري وبيكمل المال حد مراهقة بعد كده لحد المال ما متجاوز وفيه ناس كتير جدا متجاوزين سواء رجالة أو ستات بيحط وصباعه جوه بقوم حاجات تلاقي راضية بيعملها مخ كنوع من أنواع الإسخاط عشان هو أزى والدته بدءا بقى دخول مرحلة التعامل طب هل أنا كنت التدليل الزايد ولا كنت بقصو عليه طب ده بيفرف إيه بلاقي كتير جدا اضطرابات زي التقالبات المزاجية التخريبية المراهقين اللي عندهم التمرد التفعولي ونوع من أنواع العنف الشديد حتى لو ما كانش يعني هو ما كانش كده فجأة دخل في بداية المراهقة قبل بداية البلوغ شخص عنيف جدا ومتقلب المزاج والمزاج العصبي ده اضطراب اضطراب ده ايه سببه القصوة الشديدة أثناء فترة الطفولة وهو كان من الشخصيات أرخيولة اللي مش قادر يعبر عن نفسه فدخل مرحلة المراهقة خد الشحنة دي من الضرب وبدأ يمارسها وفي بعض الأطفال اللي بيخشوا بداية المراهقة عادي جدا يتحول إلى مجرمين عشان هو بدأ حاجة اسمها مرحلة التبلد أو الشعور بالسعادة في إزال الآخرين زي ما كان بيحصل معاه أو الـ ODD اللي هو ايه؟ التعارض أو العند المتعارض يعني عند المتعارض طفل دايما لأ في كل حاجة ده حاليا بنسميه التراب بسبب الإجبارات المستمرة بسبب ايه عمل كذا؟ بلاش تعمل كذا؟ لما تجبر الكلام أو الجمل السامة أو الجرسومة الكلمية اللي دايما بنعمل هاله ده بيعمل افتزاز في الثقة في النفس وبيبقى اتراب نفسي بعد كده مزبوط عايز أسأل حضرتك وبرضو اللي بيتابعنا دلوقتي فكرة ايه هي الاضطربات اللي ممكن أتسامح معاه اللي أنا أقول ممكن الطفل أو المراهق مع مرور الوقت مع التنشئة الاجتماعية مع التفاعل مع الآخرين يتغلب عليها وإيه الاضطربات اللي أنا ما ينفعش أتسامح معاه لا هي دليل أو مؤشر على وجود مرض نفسي وده يستدبعه طبعا الذهاب لطبيب نفسي والثقافة دي إن أنا أحاول أعالج ابني أبنزي إيه المسموح بي اللي ممكن التصالح معاه وإيه اللي أنا بيقول لي كده جرس انذار لا في مرض نفسي يجب أن يعالج طيب إحنا في البداية خلينا نقول إن التراب مش بييجي وليد صدفة أو لحظة هو بيحصل أعراض بعرف الأعراض دي زي المنبه لا استطب ابنك أو بنتك عندها مشكلة إيه بقى أبرز الأعراض دي طيب أبرز الأعراض دي ولازم يكون عرض من الأعراض أو اتنين مع بعض العزلة الاجتماعية بيعط فترات طويلة لوحده أو ممكن عكس هو عنيف يعني ممكن يكون متقبل للنازم وعنيف أو هو العزلة اللي اتنين فيهم خطورة عنده سوء تغزية فجأة يا إما نحافة شديدة يا إما سنة مفرطة مش عايز يتعامل حتى مع أقرانه حتى مع أخواته يعني يا بغير منهم أو مش عايز يتعامل خالص رافية تتعامل مع أي حد جديد أو الناس اللي كانوا في مدرسة ضعف تركيز تشتت انتباه السوق في التحصير الدراسي كل ده مبادئ ممكن نقول إيه مثلا بتفرج على التليفون مثلا فترات طويلة بتفرج على التليفون فترات طويلة هو مهايبر فممكن نقول مثلا هو لا 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 من اختبار يعني هو ممكن ADHD بس لما يبدأ نخش بقى في مرحلة أنه بدأ يجيله كوابيس بشكل مستمر أو أكثر خطورة الهلع الليلي بيقوم كل يوم وشه أحمر ومش قادر يفتكر الحلم ومش عارف ينام بقاش عارف ينام لوحده بيخاف فن الظلمة حاجات دي كلها أرام لا في مشكلة طيب بدأ مش عايز يزاكر مش عايز يوم أصلا من السرير يميز أي نشاط النظافة الشخصية فيها مشكلة هو فاقد الشغف التلعصم المؤقت أو التحتها أثناء الكلام كل دي علامات لا ستوب أنا كده ابني عنده مشكلة دي ظواهر بدأت تحصل بسبب إيه الصدمة يعني إيه صدمة هو الصدمة صدمة كانت بسيطة أو معقدة أو حد وممكن أي حد فينا يتعلق بالصدمات هي على حسب نوع شخصيته يعني الشخصيتات القوية أو الجريئة من أطفال اللي هي ممكن تبقى جناتك كده يتعدى الصدمة عادي وفات حد كان عزيز عليه بابا أمامة انفصال بابا أمامة اللي اتنين بيدخلوا مع بعض فترات طويلة قدام أطفالهم بالضبط هم دايما مهملينه حين من أبوين أنت لازم تعمل كده هم مرهوش قرار دايما فيه تبويخ لابني مفيش مدحلي لما تكبر هتفهم الحاجات دي أنت لست صغية كل شوية قدام الناس اكبراته مفيش دايما اختيارات بكبره الإزاء النفسي اللي فيه شتايم وجمر سامة أو الإزاء البدني دائما المقارنات شفت أخوك عامل إيه أو شفت باندخالتك عامل إيه أو شفت عامل إيه الاختلاف في التعامل بين بابا وماما بابا بيعمل بشكل وماما بيعمل بشكل المعاملة اللي دايما التهديد أو التدليل الزايد بك دكتور هوانك كده ما بتوصفش الأغلب الأعام من الأطفال من بداية عمره مثلا من 9 سنين لـ 14 سنة يعني هو مش ده اللي موجود في كل الأطفال اللي موجودين كلهم مسكين تلفونات كلهم عايزين يوعدوا لوحدهم كلهم بيأكلوا وحش جدا عايزين يأكلوا فاس فود فتلاقيهم يا إما أرفيعين خالص يا إما تخان خالص تلاقيهم متعصابين تلاقيهم مكسلين يشتغلوا تلاقيهم مش عايزين ينزلوا هو مش ده اللي بيحصل في الأغلب الأعام في مرحلة معينة في اللي بيعديها وفي اللي بتعدي عليه المرحلة طيب الأهلي اللي عندها حاجة أسمعها ناقص فيتامين نو ناقص مرض إشباع رغبات اللي اتحطت في الدول الأوروبا يعني اللي هو بقى مرض دايماً بنعمله كل حاجة ده شق وشق إنه هم يعني أنا دايما نقوله ألحبه معتدل مثل الناس اللي بتعتمد على التدليل الزايد أو القصوة الشديدة ده جزء والجزء الثاني اللي حلو جد عراضي وعراضي استمرت من ثلاث شهور لست شهور وبدأ يخاف من الضلمة وبدأ يخاف من حاجات ما كانش بيخاف منها مع الكوابيس ومع الهلعة الليلي ومع التهتاء أنا كان لعني مشكلة أنا بقى دروح دكتور بقى أنا بقى لازم يستشارت الطبيب النفسي بالزبط عشان دي بداية هو في صدمة معينة حصلت في حاجة حصلت له الصدمة دي اللي بتخليها على فكرة فيه بعد الأطفال بيروحوا إلى حاجة سمع المتلازمة على المفتراضي زي مثلاً الاضطراب المصطنع الاضطراب المصطنع هو بيبدأ ترويج إشعات أو النوع الثاني منه بيبدأ عايز يكسب تعاطف الآخرين أو لفت انتباه الآخرين عشان ماما أو بابا مثلاً جابوا بيبي جديد ومش مهتمين به فهو نفسه ياخد الشو فيبدأ يقول فيه ناس كانت شهيرة يعني عنده كانسر وعندهش حاجة عشان تعاطف الآخرين يتمارض بالزبط فده إيه؟ ده التراب التراب حصل له بسبب صدمة إحنا شايفين هم الصدمة يعني إيه اللي حصل ابني مثلاً بيعات وطلات طويلة بيت دلع هيسكت أنا مش بشوف مش بشخص صح أنا بقول اللي هو طب أنا لما شوف الحاجات دي أنا كأب وكأم أتصرف إزاي يعني أتعامل إزاي لما ألاقي بعض المؤشرات دي موجودة في ابني أو بنتي جوة البيت أتصرف معهم إزاي طيب لازم أتجرب شوهات السيناريات كده أشوف الأول هل أنا بدلل ولا أنا بخصو قصوة شديدة طب عامله إزاي إيه اللوجيك أنا دايماً بنزل الشغل وبرجع بالشغل وكل اللي مشغولين أسأل حاجات التحفيز السكورشيت والسلم والتعبان وورقة المهام اللي احنا نتفع على تسكات اللي احنا نقول له المهام اللي أنت هتعملها واحد دين تتاتة أربعة وليها مكافأة سواء كانت نقط هنحطها درجات أو صحة وغلط أو smile face أو bad face وبناء عليها هديك هداية قصيرة المدى النهاردة وفيه طويلة المدى لو سندوق الهداية ده آخر أسبوع ببدأ أديله الاختيارات المحددة تلبس أصفر ولا أحمر ولا البرتقاني تحب تأكل رزو ولا مكرواني أنا حطيت له اختيار بس محدد فبدأ يكون واسيب له هو هو ياخد القرار مصبوط دكتور الحلول دي بتعذب الأبهات والأمهات لأن بمنتهى البساطة أنا لو مدتش المكافأة قصيرة المدى اليومية هيبقى يوم صعبة عليها جدا وحتبقى حق مكتسب وقد لا يتم الالتزام بالتاسكس اللي احنا متفقين عليها فحتطر أخذ رد فعل آخر يعني احنا بنفتح باب احنا نفسنا مش حنبقى قادرين نمشي وراه هل كده احنا المشكلة عندنا احنا ولا عند الولاد لأن هم لن يلتزموا ومش حيعملوا التاسكس إلا لو هم قادرين يعملوا التاسكس ولو ما خدوش المكافأة قصيرة المدى أين كانت بقى حلويات ولا أدوات للرسم أو أين كان بقى يعني كل واحد حسب ثقافته ومقدرته المادية هتبقى مشكلة أخرى قد تؤدي لمزيد من العقاب قد تؤدي لمزيد من الفجوة قد تؤدي لمزيد من التباعد بين الولاد وأهلهم أنا غلطانو في كلامي ولا أنا بقول كلام خالص بس هو في نقطة في بعض الشخصيات في التصنيف الجريئة القوية المتوضعة الخجولة اللي معندها ثقة بالنفس الشوية طيب القوية والجريئة يعني بيلاقي مثلا نشيط الطباعة ده بيجي ولد أو بنت تزاكر الوحدة حتى ونحض أنا تزاكر الوحدة عشان هي عندها شخصية وعشان هي عايزة تبقى نجحة باللحد صعب جدا لو صعب الطباعة ما بسمعش كلام عنيد فده إحنا عندنا ده وعندنا ده طيب إحنا عشان خاطر هو محادة طفولة محادة طفولة المتأخرة حيات تسع سنين وبدأت المراقة من عشر سنين وأوقات من تسع سنين آخر الطفولة هو الفريب من الخال والواقع هو مش عارف مصلحته فبيبدأ يجرب بيكتشف العنم الخارجي فهو تزاكر فهو رابط المدرسة بالنوم بدري طبعرة ليه طبع ذاكر ليه فهو مش حابب فأنا مضطر أعود مخه على روتين معين زي فكهة الإدمان السلوكي إدمانك عادة عملها له إزاي ما هو مش عارف مصلحته وأنا مضطر أعرف مصلحته فبحطولي الهدايا قصيرة المدى عشان أبدأ المخي بيشتغل إمتى في حالة أشعور بالإنجاز أنا ليه إمتى بكون سعيد بالضبط في حافز في إنجاز أنا بشتغل عشان أخذ مرتب مثلا ففي حالة من السعادة عشان أشعور بالإنجاز فبحطولي التسكات دي حتى لو أتفرج على التليفزيون نص ساعة الموبايل ربع ساعة نصف ساعة طيب لو أنا ما عملتش كده ما هو مش أشتغل عشان السرطنين والدوبامين والإندروفيني في المخ مش يبدأ يشتغل بالصورة الكفاية طيب لو رفض يبدأ اسمه الاتزاز العاطفي فده هيخش في المراقة التمرض مش هعمل طيب لو عملت دي أصد دي يبقى اسمها الرشوة مش مكافآت قصيرة المدى وطويلة المدى ولازم تبقى بالاتجاهين كمان المشكلة بس في صندوق الهدايا في آخر الأسبوع يعني حاجات القسريني ماشي لكن أن أنا أوعد ابني أو بنتي في صندوق هدايا موضوة دا كبير جدا أنا بس عايزة أرجع لنقطة مهمة جدا كمان فكرة بنلاحظ ده في أولادنا أو في أسر كتيرة أو بيوت مع بداية المراهقة فكرة العند مش عارف ده يصنف كمرض أو اضطراب نفسي لأنه بنلاحظ دايما مع بدايات مرحلة المراهقة سواء للولد أو البنت فكرة استقلالية الرأي أقول حاجة في يمين شمال أنا نازم أنفذ لأن أنا عايزة أنا كبرت دا رأيي دي شخصيتي هل دا حاجة كويسة إن أنا أنمي في ابني أو بنتي فكرة الاستقلالية وفي نفس الوقت لما بتزيد عن حدها بيبقى نوع بيبقى في مشاكل كديرة جوة البيوت إزاي أتعامل يعني أمسك العصام النص إزاي طيب فكرة التمرد المسامية دا من التمرد في بداية المراهقة دا شيء صحي جدا لو ما حصلش في مشكلة صحي لله طبعا هو بيحصل بشكل صغير في أول سنتين في حياته أول ما يبدأ يمشي لوحده بيبدأ لأ مش عايز حد يقوله بيلاقي أطفال كتير جاي لأ فانا أبدأ أقول إيه دا إزاي يكلم معايا كده هو حب استقلال حب استقلال بيحصل في سنتين وبيحصل في دخول المراقبة بشكل كبير طيب إيه اللي خوفني لو ابني ما كانش عنده تمرد أنا بتكلم في شكل المحترم اللي في استقلالية لأ فيه خوف إذن إن ابني ما عنده تثقب نفسه أيوة إذن ابني داخل من الشخصية خجولة إلى الشخصية المتوضعة اللي سهل جدا حد يترمر عليه سهل انقياد كمان مصبوط وكتير جدا جدا في دخول الجماعات استقطابة جماعات الارهابية بيكون من الشخصيات الخجولة أو المتوضعة اللي ما عندهما تثقب نفسه اللي ما يدرش يعبر عن نفسه عشان يستقلالية دائما أنا مقبر ما فيش اختيارات ففكرة التمرد دي حاجة كويسة أنا ليه كيان فدائما بيقول في المرحلة دي هي مرحلة صحية لو ما حصلتش إيه لا على ابنك بس أنا بحط زوابط وحدود وخليها متفقين لو فيش جسر إننا إحنا أنا وإنت أصدقاء مش هقدر الأب يعبر لإبنه أو الأم تعبر بانتهى فكرة دخول البلوغ وإحنا إزاي إصحاب ونتقبل المرحلة دي عشان مرحلة صعبة جدا وكتير من البنات بيجي لحاجة اسمها التربط شوه الجسم أنا شكل يوحش أنا الجسم يوحش ومكسوفة قدام الناس ودي بتحصل كتير مع الشخصات الخجولة أو الشخصات المتوضعة فإزاي ممكن يبقى فيه جسد تعاون طيب دخلنا فيه دلوقتي العند أو التمرد ما يفعش أبدأ أكبر هو هيعمل اللي هو عايزه وهيبدأ يهرب حاجة اسمها التمرد التفعولي اللي هو مقامة السلطة هو عارف اللي بابا مسيطر في البيت وهيبدأ يزعق فأنا هبدأ هكذب عليه أو الكذب اللي ادعائي بس أنا عملت حاجة ولا ما عامتش الحاجة دي فالكذب ادعائي فأنا مفهود أعمل إيه الاختيارات أنا متطرر نعمل اختيارات بس بدون التطاول أنا ليه كانت في البيت بس أنا بديله الاستقلالية بديله الاختيارات المحددة اللي هو عايزة عملها بحاول أتكلم معه فترات طويلة في الفترة دي هو مش هيسمع احنا دايما برضو بند نصايح فبنخاف جدا على أولادنا يعني أي مشكلة أو أي حاجة أنا بديله اخترط وأخد بالي جدا من نظرة عيني من تون صوتي من أنواع العقاب لو في عقاب صارم قوي جدا ومش مناسب للموقف دايما تون صوتي عالي عيني دايما بتبرق خلاص هو مش يقولي حاجة تاني فهيبدأ يامل من مراية فهي فترة من أول عشر سنين يتبنات وممكن يولد من 11 سنة أو 12 سنة لحد 17 سنة أنا في مشكلة بس أنا ممكن أحول المشكلة دي ليه تشعلان تشتحدي إن أنا مش عايش في مدينة فاضلة وأنا مضطرية إن أطلع بن قيدم سوي ففكرة الإجبارات اللي أنا أعمل كذا ومتعملش كذا الصوت العالي الزعي الصريخ مدي الإيد هيبدأ يتحول لشخص غير سوي شخص يا إما لو كان شخصات الخجولة أو المتوضع على فكرة كتير من شخصات الخجولة أو المتوضع بتتمرد وبتكون عنيدة فكون فرزون منطقة الأمان بابا وماما فدي حاجة بالصحية برضو والشخصات القوية والجريئة هتبدأ تامل الحاجات دي وممكن توصل للبجاحة ومدي الإيد وممكن يبقى الشخصات العنيفة اللي بتمارس نوع من أنواع على الإسقاط النفسي اللي بيعملوا فيها بابا بيعملوا على أخواتي أو أصحابي في المدرس ربنا يسلم وتعدي مرحلة المراقع على خير في كل البيوت كل شكرا لك الدكتور نور أسامة استشاري النفسي وتعديل السلوك شكرا جزيلا لك شكرا نورتنا وشرفتنا وصباحك خير كده يا رب دايما حي صباح الفل